وجه المدعي العام الإسرائيلي أفخاي ماندلبيلت اتهامات جنائية لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو فيما يتعلق بتحقيقات نطلق عليها القضايا 1000 و 2000 و 4000 نتعرف إلى تفاصيلها معا تتركز القضية 1000 حول مزاعم تلقي نتنياهو وزوجته هداية تقدر بنحو 200 ألف دولار من المنتج في هوليوود أرنون ميلكان ومن رجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر ووجهت لنتنياهو في هذه القضية تهم بالتحايل وخيانة الأمانة في القضية 2000 يشتبه في أن نتنياهو كان يتفاوض على صفقة مع صاحب صحيفة يدعوت أحرانوت أرنون موزيس لتغطية أفضل لأخباره مقابل تشريع من شأنه الإبطاء من تقدم صحيفة يومية منافسة وفي تلك القضية أيضا يواجه نتنياهو تهم بالتحايل وخيانة الأمانة وتعد القضية 4000 الأخطر بين القضايا الثلاث ويتهم نتنياهو فيها بمنح مزايا تنظيمية بنحو 500 مليون دولار لشركة بيزيك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة ووجهت لنتنياهو في تلك القضية تهمات بالرشوة والتحايل وخيانة الأمانة قد تستغرق المحاكمات في هذه القضايا أشهران عدة كما يمكن لنتنياهو عقد صفقة بشأن تسوية بدلا من المثول أمام المحكمة أما فيما يتعلق بالأحكام فقد تصل عقوبة الإدانة بالرشوة إلى السجن عشر سنوات أو الغرامة أو كليهما وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفقا للقانون الإسرائيلي يتعين على رئيس الوزراء التنحي إذا أدين لكن بوسعه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما يشمل الطعون ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات لكن التهم الموجهة إليه دفعت إسرائيل إلى هاوية أزمة سياسية أعمق في ظل عدم التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة والاقتراب أكثر من احتمال إجراء انتخابات مبكرة ثالثة للإحطاء بأبعاد هذا الموضوع دائما معنا من قدس الباحث السياسي إلي نيسان سيد نيسان مرحبا بك معنا يعني ما هي الخيارات المتبقية لبن يمين نتنياهو للتعاطي مع هذه اللائحة لائحة الاتهامات الجنائية التي وجهت إليه أولا بكل ما تحدثت عن إمكانية الصفقة بين نتنياهو وبين النيابة العامة هذا كان ممكن التوصل إلى هذه الصفقة قبل جلسات الاستماع وقبل توجيه التهم كما حصل يوم أمس ولكن بكل ما يتعلق الصفقة هناك إمكانيات ضئيلة بهذا الموضوع يعني عندما نتحدث عن صفقة سيد إلي هل نتحدث عن حصولها على الحصانة عن حصولها على عفو مثلا أم عن إفلاته من العقاء بأي طريقة لا بمعنى الحصانة بأنه يمكن لما تحدثنا عن قضية الصفقة المقصود كان أنه يعتزل الحياة السياسية مقابل أنه لن تقدم ملفات جنائية بحقه ولكن هذا الأمر أصبح ضئيل على كل حال كل من يرى عنوان الملف الذي مكتوب عليه أو فيه دولة إسرائيل ضد نتانياهو هذا شيء محزن لم يحصل في تاريخ الدولة أنه قدم لواحة اتهام بشبهات أو بتهم الفساد ضد رئيس الوزراء ولذلك هذا أول مرة في أول مرة في تاريخ الدولة التي تقدم لواحة اتهام بشبهات الفساد ضد رئيس الوزراء على كل حال رئيس الوزراء طبعا يكافح من أجل لمواصلة أداء مهامه وحسب القانون يمكن أن يواصل أداء مهامه لأن رئيس الوزراء يتمتع بالحصانة وهو كما ذكر قبل قليل أنه عليه أن يطلب خلال 30 يوما أن يتمتع بالحصانة ولكن لجنة الكنيسة لم تداوم بسبب الحكومة الانتقالية طيب سيد إليب كيف نقرأ ردود الفعل اليوم في إسرائيل؟ تفضل طبعا ردود الفعل أولا أنا أقول أن هناك سعيدين السعيد القضائي وكما ذكرنا أنه يتمتع نتنياهو بحصانة ولكن هناك سعيد جماهيري وكما تعلمين أن هناك مطالبة من قبل المعارضة في إسرائيل أن يتنحى رئيس الوزراء عن منصبه لأنه كما قيل كفى لرئيس الوزراء وأنه هو يشكل العقبة أمام تشكيل حكومة ووحدة وطنية هذا واحد من ناحية المعارضة من ناحية الليكود داخل الليكود طبعا هناك من يقول أن في الليكود سمعت هذه الأقوال بأنه انتهى عهد نتنياهو بهذا الموضوع وبدأ عدد تنازل لنتنياهو لأنه أنهى مهام منصبه لو لا يستطيع أن في الصباح يمثل أمام المحاكم في إسرائيل وبعد الظهر يأتي ليتخذ قرارات مصيرية إذا أمنية وغير أمنية على كل حال في الليكود هناك من يرغب التنافس على رئاسة الحزب وعلى رأسهم جيد عن ساعر وأيضا أفي ديختر الذي أعلن قبل عدة ساعات أنه يريد التنافس على هذا المنصب طبعا هناك في الليكود من يدعم بجهارة أو يدعم رئيس الوزراء ولكن داخل الصفوف داخل الليكود هناك من يقول أنه قفى لنتنياهو وأنه على نتنياهو أن يعتزل الحياة السياسية طبعا نتنياهو من ناحيته هو يريد أن يواصل أداء مهامه كرئيس الوزراء رغم كل الانتقادات التي توجه إليه في الصحف الإسرائيلية وعلى المنابر السياسية والجماهيرية لأنه في هذه الظروف إذا تنحى أو اشتقال رئيس الوزراء طبعا يواجه المحاكم كأي مواطن ولا يتمتع بالحسانة ولذلك وضع نتنياهو بهذا الأمور هو وضع سعب للغاية طيب أزمة تشكيل الحكومة الآن وضع بالغة تعقيد يعني فشل نتنياهو وبني جانس في توصل إلى تسوية بهذا الموضوع كيف سيؤثر تؤثر هذه اللائحة لائحة الاتهام على هذا الأمر أي أزمة تشكيل الحكومة هل سنذهب إلى انتخابات ثالثة سيدنا؟ نعم إذن موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود وأزرق أبياد برئاسة نتنياهو هذا الأمر انتهى وذلك بعد تقديم لواحة اتهام من قبل المستشار القضايا للحكومة الآن حتى إذا نتنياهو أفلح في الحصول على 61 عضو كنيسة خلال 21 يوما هناك مشكلة أمام رئيس الدولة روبي ريفلين هل يستطيع روبي ريفلين رئيس الدولة أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد توجيء التهم ضده بثلاثة ملفات وأيضا إذا توجهنا إلى الانتخابات إذا ممكن إلى تجرى في شهر أدار من العام القادم هل يستطيع وإذا فاز نتنياهو بهذه الانتخابات هل يستطيع رئيس الدولة تكليف نتنياهو بهذا الموضوع لأن هناك جهات قضائية في إسرائيل أنها تريد التوجه وتقديم الاتماسات ضد رئيس الدولة روبي ريفلين بحيث يمنع من رئيس الدولة روبي ريفلين تكليف نتنياهو عندما يواجه ثلاث ملفات قضائية والملف الأخطر هو ملف 4000 الذي وجهت إليه تهم التشاوة وتلقي الرشاوة بعد الموضوع طيب سيد إلي أنتم من وجهة نظركم يعني أمام هذا المشهد بالغ التعقيد ما هو السيناريو الأقرب للتحقق برأيك سيد إلي نيسان هناك احتمالات عدة أولا إذا رغم معارضة نتنياهو في الوقت الحاضر إجراء برايمريز انتخابات تمهيدية في الليكود هناك جهات في الليكود الذين يطالبون إجراء انتخابات تمهيدية البرايمريز على رئاسة الليكود في الوقت الحاضر نتنياهو لا يرغب بذلك ولكن هناك مطالبة من قبل صفوف الليكود ونشطاء الليكود بإجراء هذا الموضوع إذا لم يفلح نتنياهو وغانس بتشكيل الحكومة خلال العشرين يوما المتبقية لأن من يوم العدد بدأوا يعدوا العدد من 21 يوما من يوم عمس وليوم 20 يوما لا مفر من التوجه إلى انتخابات ثالثة في إسرائيل ومع الأسف كما قيل أن انتخابات ثالثة في إسرائيل هذا الأمر يدمر الاقتصاد في إسرائيل ويمس بالأمن لأن كل الدوائر الحكومية مجمدة في هذا الأوان لا توجد ميزانية للدولة وأيضا لا توجد ميزانية لوزارة الدفاع كل الميزانيات هي مؤقتة ولذلك أحد لا يرغب في التوجه إلى انتخابات أما في حال لا ينتخب نتنياهو لرئاسة الليكود فهناك إمكانية إذا تحرك نتنياهو عن رئاسة الليكود هناك طبعا إمكانية لتشكيل حكومة واحدة وطنية وبذلك تتفادى إسرائيل من التوجه إلى انتخابات مبكرة مرة ثالثة خلال عام واحد إلي نيسان من القدس البحث السياسي شكرا جزيلا